السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الثلاثاء 30 نيسان إبريل القمر اليوم موجود في برج الجدي لغاية الساعة 3.19 دقيقة من عصر اليوم بتوقيت جرينيش بعدها بده ينتقل لبرج الدلو ورح يظل موجود في برج الدلو لغاية الساعة 6.51 دقيقة من مساء يوم الخميس القمر الآن موجود في منزلة ساعة بلع وهي منزلة للعلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 7.47 دقيقة من صباح اليوم بتوقيت جرينيش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة ساعة السعود وهي منزلة لتوطيذ العلاقات والحرية والربح والتفريق القمر الآن بما أنه موجود في برج الجدي معناته منظل أكثر عقلاني ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ومندرك أن الأمور ما بتكون سهلة بالنسبة لألنا وبعضنا ممكن يكون متشائم علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غدائي أو متابعة كل ما يتعلق بشركات التامين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين أورانوس هذه الزاوية رح تكون الساعة واحدة وتسعة وأربعين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة أربعة وثمانية وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش فمنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة وبنحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين نبتون هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وخمسة وعشرين دقيقة بعد الظهر بتعزز الخيال القصب وبيقوى الحدس عليه فن وأكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل وكمان هاي مناسبة للراحة وبتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال الفنية والروحانية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة وثمنتاشر دقيقة عصرا بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي ومنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهو الوقت المناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة الساعة ثلاثة وثمنتاشر دقيقة عصرا القمر بنتقل مباشرة بدون خلو مسار من الجدي للدلو فمنشعر من ساعات العصر بالحاجة الملحة للتغيير لأن الروتين هو عدو هاي الوضعية يجب أن نستغل هاي الفترة بالعلاقات الاجتماعية ونعززها والاستفاد منها من ود الانضمام لنادي أو مجموعة من الأصدقاء وتجربة طريقة جديدة للحياة بميل الأشخاص من حولنا للتصرف بشكل منطقي أكثر من التصرف العاطفي يمكننا تكوين صداقات جديدة أو تغيير مظهرنا أو قص شعرنا أو شراء أو بيع أو الاهتمام بما يتعلق في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا أو تجربة أطعم جديدة بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال المريخ من برج الحوت لبرج الحمل الساعة ثلاثة واثنين وثلاثين دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر بحركة أمامية في برج الحمل لغاية يوم الأحد تسعة ستة الساعة أربعة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا طبعا الحلقة صارت موجودة على القناة فيها تفصيل كامل فعشان هيك ياريت ان كنت تسمعوها لأنه فيها فائدة كبيرة للجميع وطبعا معروف أنه المريخ لما بده ينتقل من برج لبرج عغالبا بيحمل معه شحنات أعمال عنف ومواجهات وخصوصا في الأماكن المحتدمة فممكن تقع حوادث عنيفة الهصلة بالجريمة أو النيران أو المعادن أو حتى التفجيرات والمواجهات فعشان هيك فترة صعبة وخصوصا من خمس أيام وخمس أيام قادمة بدأت هاي الأحداث تظهر على الساحة بالنسبة لزاوية الأخيرة أو زاوية ما قبل الأخيرة هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيتش أكثر المتضررين هم اللي بكون عندهم مشاكل عاطفية إذ بيتجه للتنفيس من خلال صرف النقود بإسراف دون حساب بتزيد من ضعفنا وميلنا للفوضى والتقلب بالمزاج والأفكار وبتكون رغبتنا صعبة شوي فممكن تأدي فينا لخيبات أمل عاطفية فبتكون تراقبوا كلامكم وتصرفاتكم لأنه ممكن تأذوا فيها الآخرين دون أن تشعروا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة ستة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة برضو بتمنحنا حكم صائب ومواهب روحانية وبتدفعنا للإبداع بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها طبعا من الآن وحتى ساعات العصر عندنا الركبتين والمفاصل عمود الفقري عضلات العمود الفقري والردفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن هاي الأعضاء لغاية ساعات العصر هي الأكثر حساسية أما من ساعات العصر وما بعد بصير عندنا بطة الساق والكاحل الساق وتر العرقوب وعضلات الساعد وهرمونات الغد الدراقية بتصير هاي هي الأكثر حساسية طبعا ما مننصح عمل عمليات جراحية لهاي الأعضاء إلا إذا كانت اضطرارية طبعا بالنسبة لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشاكل لإجراء العمليات الجراحية خلال هذا اليوم مناسب هذا اليوم طبعا من ساعات ما بعد العصر للعمليات التجميل أو الحقن أو الجراحة ما قبل ما بنصح لأنه بظل الشعر والجلد هو الأكثر حساسية طبعا يصلح من ساعات ما بعد العصر لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو بالطرق التقليدية ومن ساعات ما بعد العصر أيضا يصلح لقص الشعر التجميلي قص الشعر التجميلي يصلح طيلة اليوم ولكن الصبغ من ساعات ما بعد العصر الحنة طيلة اليوم ولا يصلح للقص العلاجي نهائيا بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الدلو خلو المسار القادم بيبدأ تمام الساعة التسعة وثمانية وعشرين دقيقة من صباح يوم الخميس بتوقيت جرينش ورح يستمر حتى تمام الساعة ستة وواحد وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره اثنين وعشرين يوم الساعة عشرى وثمانية وثلاثين دقيقة مساء بصير ثلاثة وعشرين يوم نسبة الإضاءة ستة وخمسين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم عشرين خمسة سعيد الآن بنسبة ستين في المية ساعات الصباح سعيد بنسبة سبعين في المية أما في ساعات المساء سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية القمر في الجدي ورح ينتقل للدلو ورح يضل في الدلولة يوم اثنين خمسة سعيد الآن بنسبة ثلاثين في المية أما في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة سبعين في المية ساعات العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية في ساعات المساء سعيد بنسبة 15% عطارد في الحمل حتى يوم 15.05 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23.05 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت ورح ينتقل للحمل زي ما حكينا ورح يظل في الحمل ليوم 9.06 منتحس بنسبة 10% الآن ساعة العصر منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25.05 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29.06 سعيد بنسبة 30% ورنس في الثور حتى يوم 1.09 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2.07 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الدلو حتى يوم 2.05 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً بظل أجواء مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم لغاية ساعات العصر وبإمكانكم بتحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء بدون انفعال وبدون توتر وبدون عصبية واتجنبوا مخالفة القوانين ويحرصوا على استقراركم أما من ساعات العصر وما بعد بتلتقوا الأصدقاء حاولوا تصحيح العلاقات المتردية وما تبقوا وحيدين فترى ناشطة وواعدة دراسياً أو مهنياً أو عائلياً وبتكثر عندكم الاتصالات والمواعيد برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً بظل النشاط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيماً لبعيدة لغاية ساعات العصر وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباءكم معكم ممكن بعضكم يذهب في رحلة أو يروج لعمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها أهم شيء بساعات الظهر انتبهوا أثناء قيادة السيارة بالشوارع المفتوحة أما من ساعات العصر وما بعد بينصب اهتمامكم حول عملكم ومصالحكم الاجتماعية لا ترتجلوا المواقف والتصاريح عشان ما تقعوا ضحية الفوضى وعدم التنظيم تضغط عليكم المسئوليات وممكن تواجهوا أمر صعب ومعقد فعشان هيك بتكون تلتزموا بمسئولياتكم برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا منه الآن وحتى ساعات العصر بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكوا تخففوا من النفقات المتصاعدة وسارعوا في تهديئة الأجواء هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير فبتكوا تستغلوها قدر الإمكان بتسوية بعض المسائل المالية أما من ساعات العصر وما بعد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات واليوم بيحمل لكم لقاء أو فرصة بتفتح أمامكم أبواب للسفر أو التسويق أو النشر أو الدراسات العليا وبتفرحوا لانتصار أو لرحلة أو لمشاركة ناجحة أهم شيء تتحركوا على مختلف الأصعد لأن الأجواء هجابية من بعد ساعات العصر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الأجواء مناسبة لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة ولكن زي ما حكينا أنها فترة ضاغطة سلبية لأن القمر موجود مقابلك فما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة لغاية ساعات العصر فممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات أما من ساعات العصر وما بعد بتعيدوا ضبط ميزانيتكم ادخلوا تعديل على نمط حياتكم لا يتماشى مع الوضع العام اللي أنتوا فيه بيطمئن بالكم وبتفرحوا لتطور ممكن تهتموا بمعض المسائل المالية اللي تتعلق بأموال الشراكة بنك، ضريبة، تأمين، فواتير أو مطالبة بالحقوق برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بتكوا تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك من الآن وحتى ساعات العصر وبتكوا تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم وتكونوا منظمين وتحسنوا إدارة أعمالكم وتحاضروا من الجدال مع زملائكم بالعمل وما تهملوا صحتكم أما من ساعات العصر وما بعد فهون القمر بصير مقابلكم تماماً يبينصب اهتمامكم حول تعزيز شراكاتكم ولكن بتكوا تحافظوا على هدوءكم وما ترتجلوا الكلام وما توجهوا ملاحظة لأن خصمكم قوي وما بيرحم وبتحمللكم هاي الأيام ارتباط مهم فبتكوا تحافظوا على هدوء عصابكم وما تكونوا عدائيين برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعاً بضر رغبتكم قوية للتقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم لغاية ساعات العصر وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم وبتنفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبياً وفترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أما من ساعات العصر وما بعد فبيتراكم العمل لديكم حاولوا انه ما تهملوا صحتكم وحاذروا من التعب الصحي أو الجسدي اللي ممكن أنه يمنعكم من أداء واجباتكم اليومية كما يجب وبتظهر بعض المسائل العائلية أو الشخصية الطارئة وممكن أنك تشعر بالتوتر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بوسعكم مدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم من الآن وحتى ساعات العصر وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول وضع عائلي أو منزلي أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أو اللي أعطال إلها علاقة بالمنزل أهم مش إنك ما تتهرب من المسئولية اتجاه العائلة أما من ساعات العصر وما بعد بتشتد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباءكم وبتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تطلقوا إشارة إيجابية هذه فترة مناسبة لالتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لغاية ساعات العصر وبتظل فترة مناسبة لإجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار وبتدعمك الحضود وبتكون جريء في التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر يعني الأجواب تظل لطيفة عاطفيا وأيضا في بعض المكاسب أما من ساعات يعني العصر وما بعد بتفضلوا الأجواء البيتية والعائلية لطفوا الأجواء العائلية الضاغطة لأنها ممكن تثير اضطرابك أو امتعاضك وما تخال في القوانين ويحترم الموعيد والالتزامات المهنية واهتم بعائلتك برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا في فرصة لمكسب مالي بالضل من الآن ولغاية ساعات العصر ولكن هاي المكاسب زي ما حكينا عادة بتيجي من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات وامتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تهتموا لتوظيف الأموال ولكن بتكونوا عاقلين وحذرين أثناء دراسة المشاريع أما من ساعات العصر وما بعد هنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات وفترة مهمة للتواصل مع المحيط أو مع المجتمع ولا اسمع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة بتسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي هذه طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادر لخطوة جديدة تدعم مكانتكم الاجتماعية وبرضو بتحمل لكم انفراج وتقدم ملموس لغاية ساعات العصر هاي فترة جيدة جدا ولكن من ساعات الظهر بدك تتحلها بالحكمة والواقعية في حل بعض الأمور من ساعات العصر بتعيدوا تنظيم ميزانيتكم أهمش أنه ما تغامروا بأموالكم لأنها فترة حذرة ماليا ومعنويا وما تتسرعوا باتخاذ قرارات حاسمة انتوا بحاجة لكل التعاطف والتضامن برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا ما زال جو ضاغط لغاية ساعات العصر لأن القمر ما زال موجود في بيت متاعبكم حاولوا انه تكونوا منتبهين بشكل جيد لصحتكم وما تبلغوا في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم وحاول انك ما تتخذ قرارات حاسمة لأنها فترة سلبية ومخيبة للآمال اما من ساعات العصر وما بعد بتستعيد ونشاطكم وحيويتكم بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع او خطة جديدة وبتمتلك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد او لحسم امر عالق برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بوسعكم تعزيز صداقاتكم من الان وحتى ساعات العصر واستغلال الوقت لان القمر بيقترب من بيت المتاعب فمنكم اشخاص ممكن يحققوا امني بمساعد صديق او منكم اشخاص ممكن يشاركوا بمناسبة سعيدة ولكن حاولوا انه ما تفرضوا رأيكم على اصدقائكم او محيطكم وابدأوا بانجاز الاعمال الضرورية والمهمة لانه ساعات العصر القمر خلص بوصل لبيت المتاعب فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه اكثر لصحتكم اتجنبوا اتخاذ قرارات حاسمة ومهمة لانها فترة فارغة وفاشلة وحاذروا من الافكار السودة والمعنويات المنخفضة لانها ممكن تخيب امالك او تتأخر اعمالك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشهد اندا خوش يا راقا